وينضم إلينا من بغداد مراسل الغد الزميل محمد فاضل محمد صباح الخير يعني كما فهمت من تقرير زميلنا مصفى القطان يعني هذا الطرح لإياد علاوي من الناحية السورية هو ممكن أن يحدث لكن سياسيا صعب التطبيق يعني هل هنا فقط الوفاق الوطني يدعم هذه الفكرة بشكل فردي أم ربما تدخل أو تنضم إليه بعض الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة نعم داليا داليا الكثير من القوى السياسية تتحدث عن إمكانية إجراء تعديلات في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات لكن هذا الطرح يبدو أنه انفرد به حزب الوفاق الوطني بزعامة سيد إياد علاوي لكن الملاحظ أن سيد إياد علاوي وحزب الوفاق هو ضمن الحكومة الحالية وأيضا يشترك مع الكثير من الكتل السياسية في اتلافات كثيرة لكنه رغم ذلك يصرح خلال تصريحاته منذ سنوات عكس ذلك هو ينتقد الحكومة دائما يحاول أن يكون هو في جانب المعارضة وبالتالي هذا التصريح ربما لم يلقى تأييدا من قبل الكتل السياسية حتى من من يتحالفون مع سيد إياد علاوي أو من يتحالف معهم سيد إياد علاوي طيب إن كان لم يلقى دعما حزبيا محمد كما فهمت منك لكن هذه الدعوة للرجل السياسي مخضرم كإياد علاوي ما هو الهدف منها أصلا حسب المراقبين طبعا نعم نعم هذا التصريح لم يلقى أي ردة فعل من قبل الكتل السياسي لكن هناك حديث كبير عن إمكانية إجراء انتخابات شفافة تختلف عن الانتخابات السابقة الانتخابات البرنامانية في مجالس المحافظات وبالتالي أنا أتحدث عن هذه الآلية التي أطلقها سيد إياد علاوي لكن في المقابل أيضا هناك من يحاول أن يزجد قضاء في العملية الانتخابية القضاء العراقي ربما لن يزج في العملية الانتخابية على الاعتبار أنه ينأى بنفسه في الدخول في أي تنافس سياسي وبالتالي عملية أن يكون القضاء هو من يقود الانتخابات المقبلة عملية صعبة جدا لن يقبل بها القضاء العراقي ولا حتى الكتل السياسية ولا حتى المؤسسات الحكومية وبالتالي قد نشهد آلية جديدة للانتخابات لكن في نفس الوقت القضاء العراقي برأ ساحة مفوضية الانتخابات وبالتالي أصبحت اليوم مفوضية الانتخابات لديها الشرعية الكبيرة في إجراء انتخابات حتى ما تحدث عنه من شبهات فساد يعني لم تكن سوى أقاويل انتهت بفعل قرار قضائي لم يدين الانتخابية باختصار محمد هذا يجعلني أسأل عن شكل أو الشكل المنتظر ربما للانتخابات المحلية المقبلة هذه الانتخابات المحلية انتخابات مهمة للأحزاب السياسية على الاعتبار أن تحاول هذه الأحزاب السياسية وضع قدم لها داخل مجالس المحافظات وهي لا تقل أهمية عن الانتخابات البرلمانية إضافة إلى ذلك هناك عملية لا مركزية مقبل عليها العراق وبالتالي سيكون لديها سلطة كبيرة هذا التنافس وهذا الأمر ربما سيجعل تنافسا كبيرا ما بين الأحزاب السياسية وقد تطلق الاتهامات ما بين الكتل السياسية والأحزاب وحتى على انفوضية الانتخابات كما فعل حزب الوفاق الوطني إضافة إلى ذلك هناك تنافس بين كتلتين ما زال مستمرا داخل البرلمان وداخل مجالس المحافظات وهي الإصلاح والعمار وأيضا الكتلة الأخرى التي تقاد من قبل الفتح والسيد المالكي هذا التنافس سيكون محموما وأيضا ربما سنشهد عملية تأجيل لهذه الانتخابات إلى مطلع العام المقبل كما قال السيد ايد علاوي على الاعتبار أنه لا يوجد توافق بين الكتلة السياسية لجراء الانتخابات إلا بعد اكتمال الحكومة العراقية وأيضا مهام الحكومة العراقية المقبلة على تغييرات كثيرة خلال الشهر السابع من قبل السيد عادر عبد المهدي من بغداد زميننا محمد فاضل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر